في مواجهة دائمة مع المخاطر هذا هو حال العاملين في حقل الصحافة اليمنية منذ اجتياح الميليشيا وخرابها الكبير لعموم البلاد مئات الصحفيين فروا من مناطق سيطرة الميليشيا وتعسفاتها الكثيرة إلى هذه الصحاري المفتوحة لعذابات التشضي والنزوح هنا الجوف ما انتحدر مركز هذه المحافظة من الميليشيا حتى توفد إليها الصحفيون لنقل أحداثها وقضاياها ومعاناة أبنائها صوتا نصورة على الرغم من غياب البيئة المناسبة للعمل الإعلامي وضيق مساحة تغطية الأحداث وانعدم شبكة الأنترنت والكهرباء وغيرها من الصعوبات التي تواجه الصحفيين في هذه المحافظة معانا متعددة وكثيرة منها خطورة التي تواجهه في التغطية الإعلامية وضيق المساحة والتناقل بين الجبهات أيضا المعانا الأخرى المتمثلة في انقطاع الأنترنت بين حين وآخر عدم استمرار أو تيار الكهربائي وسط هذه الظروف يعمل الصحفيون في الجوف دون أدنى وسائل السلامة ومثلهم الكثير في محافظات البلد فيما لا يزال العشرات من زملائهم في معتقلات وسجون الميليشيا غير أن محاولات كبيرة تبدلغ السلطات المحلية لتسهيل عمل الصحفيين وتنقلهم بين المناطق والمدريات لنقل قضايا المواطنين في هذه المساحات بعد أن غيبوا لعقود طويلة عن عين الكاميرات والحقيقة السلطة المحلية متعاونة معهم وبالعكس بل نوفر لهم ما يحتاجه في أغلب الأحيان حتى يستطيعوا أن يؤدوا رسالتهم الإعلامية التاسع من يونيو تحتفل الصحافة اليمنية بيومها السنوي غير أن ظروف الواقع المنكوب بالحرب هذه المرة حالت دون ذلك في حين تحاصل ظروف المعيشة ومخاطرها القاسية الآلاف من منتسبية بلاط مهنة الصحافة على امتداد البلاد على الجرادي قناة بلقيز الجوك